علي يسأل عن تغطية المرأة رجلها في الصلاة أخوي الفاضل جماهير أهل العلم يذهبون إلى وجوب تغطية المرأة قدميها في الصلاة يذهبون إلى هذا لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال المرأة عورة والمعنى أن المرأة تغطي جميع بدنها ما عدا وجهها و اختلف العلماء في الكفين فمنهم من ذهب إلى أنها تظهر الكفين و منهم من ذهب إلى أنه تستر الكفين عموما لو أن المرأة صلت يعني متغطية غطاء كاملا صحة الصلاة و لله الحمد و المن صحة الصلاة لكن إن كان في البيت مثلا في البيت لا تصلي كاشفة لوجهها مثلا و تغطي كفيها و قدميه الكفي لو أذرتها ما في شيء القدمين الجمهور على أنها تغطي هناك قول لبعض العلماء بأن القدمين ليستا من العورة و لو صلت و هي كاشفة لا حرج عليها في ذلك و منهم من ذهب إلى أن ظاهر القدمين فقط ظاهر القدمين هو الذي يغطى أما باطن القدمين فلا يغطى طيب كيف باطن القدمين إذا سجدت يظهر باطن القدمين عموم من الأصل أن المرأة تتستر تسترا كاملا ما عدا وجهها في الصلاة ترجمة نانسي قنقر